الحياة الشخصية للفنانة نادية الجندي كانت دايماً موسيرة للجدل من بدايتها الفنية خاصةً بعد جوازها من الفنان الكبير عماد حمدي واللي كان أكبر منها بحوالي 37 سنة طيب، إيه تفاصيل جوازهم؟ ومين ابنها الوحيد منه؟ وهل فعلاً نصبت عليه واستولت على كل فلوسه وأملاكه؟ وإيه تفاصيل جوازها من المنتج محمد مختار؟ وإيه أسباب انفصالهم؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة قدت ولدت نادية الجندي يوم 24 مارس سنة 1946 وولدها عبد السلام الجندي كان بيشتغل في المؤاولات وإنشاء المباني وكان أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 52 وحبت نادية الجندي الفن والأضواء من طفولتها كمان فازت نادية بكأس المناطق المصرية في التمثيل في نفس السنة وده اللي لفت الأنظار لها واخترها المخرج يوسف شهين عشان تعمل دور المجاهدة عالية في فيلم جميلة بطولة مجدة ورزي أبازة وأحمد مظهر واللي تعرض يوم 9 ديسمبر سنة 58 وتجوزت نادية الجندي مرتين في حياتها كانت المرة الأولى من الفنان عماد حمدي ونشأت بينهم قصة حب قوية بالرغم من فرق السن الكبير اللي ما بينهم واللي وصل لحوالي 37 سنة وقالت نادية الجندي إنها حبت عماد حمدي لإنها شافت فيه صورة لولدها ورزقت نادية الجندي من عماد حمدي بابنها الوحيد هشام ومن شدة حب عماد حمدي لنادي الجندي أنتج لها فيلم بامبا كشر وصرف كل فلوسه على الفيلم ده وتقال إنه لما تعرض الفيلم حقق نجاح كبير جدا لكن نادية الجندي رفضت تدي لعماد حمدي أي مبلغ من إرادات الفيلم واستولت عليها كلها بالإضافة إنها استولت كمان على شقةه في الزمالك اللي كانت بتتكون من 9 غرف وكانت الشقة دي فيها أساس فاخر وتحف وإن ده كان سبب انفصالهم عن بعد سنة 74 يعني بعد 13 سنة من الجواز لكن نادية الجندي نفت كل الكلام ده وأكدت إنها أنتجت فيلم بامبا كشر من فلوسها الخاصة اللي كسبتها من بوتيك أزياء كانت بتمتلكه وقالت إن انفصالها عن عماد حمدي كان بسبب غيرته الشديدة عليها بسبب فرق السن اللي ما بينهم لكنها أكدت إن علاقتها بعماد حمدي كانت كويسة جدا لغاية رحيله لأنه أبو ابنها الوحيد وكشفت إنهم انفصلوا خلال تصوير فيلم بامبا كشر لكنهم ما أعلنوش انفصالهم وقتها خوفا على عدم نجاح الفيلم أما عن علاقتها بابنها الوحيد هشام من عماد حمدي قالت إنها بتعتبروا ابنها وأخوها وصديقها لأن الفرق ما بينهم في العمر مش كبير خالص فهي أنجبته وهي عندها 16 سنة وأكدت إنها كانت صارمة جدا في تربيتها لي وهو صغير عشان يعني ما يطلعش بالدلع وكشفت إنه دخل مجال الإلكترونيات وبعت خالص عن المجال الفني باختياره وتجوزت نادية جندي للمرة التانية من المنتج محمد مختار وكان وقتها بيشتغل في السلك الدبلوماسي وفي زيارة ليه لمصر قابل نادية وأعجب بيها جدا وكان وقتها خاطب ففسخ الخطوبة وتقدم لنادي عشان يتجوزها وكانت هي رفضة في البداية عشان كانت عايزة تتفرغ للفن لكنه صمم يتجوزها وولدتها أقنعتها بإنها توافق وفعلاً اتجوزه سنة 78 واعترفت نادية إنها حرمت محمد مختار من الإنجاب فهي رفضت تنجب منه لإنها كانت خايفة على جسمها وإن شكلها يتغير وده يأثر على فنها وانفصلت نادية جندي عن محمد مختار سنة 95 يعني بعد حوالي 21 سنة من الجواز وبعد انفصالهم اتجوز محمد مختار من الفنينة رانيا يوسف ورزق منها ببنتين لكنهم انفصلوا بعد 11 سنة من الجواز واتهمت رانيا يوسف نادية جندي بإنها كانت السبب في خربتها وكانت السبب إن مختار يبعد عن بناته ويرفض إنه يسرف عليهم بعد الانفصال وقالت نادية جندي إن علاقتها بمحمد مختار حالياً أقوى من أي زوجين فهما بينهم عشرة وحب وصداقة قوية جداً وأكدت نادية جندي إنها ما عندهاش مانع تتجوز تاني لو لقيت الشخص المناسب وإنه يكون رجل ابن حلال ويكون سند ليها وتحس معاه بالأمان قلونا بقى أنتم في التعليقات إيه أكتر دور بتحبو لناتية جندي